تطلق وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري حملات تنموية شاملة بعنوان إيد وحدة اعتبارا من السبت المقبل لخدمة مليون ونصف المليون أسرى من الأسر الأكثر احتياجا تهدف الحملات إلى توفير الدعم الغبائي والدعم النقضي وتوفير الخدمات الصحية وتقديم البرامج التوعوية حيث تأتي هذه الحملة كجزء من الاستراتيجية المشتركة والتكامل بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدنية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتأكيدا على الالتزام بتحقيق العدلات الاجتماعية وتقديم كافة أنواع الدعم للأسر الأكثر احتياجا